يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك لا زال حديثنا يتواصل في المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم في الحلقة الماضية وصل الحديث بنا إلى أن التغيير العظيم الذي سيتحقق في مرحلة الظهور المهدوي سيكون مستندا إلى تغيير عظيم في منظومة الزمان وحدثتكم بقدر ما استطعت بخصوص تعريف الزمان ومراتبه ولكن بحسب ثقافة العترة الطاهرة ما يمكن أن نتلمسه من هذه المعاني في آيات القرآن بتفسيرهم وفي أحاديثهم بحسب قواعد تفهيمهم لم أتطرق لم أتطرق إلى ما يقوله علماء اللغة ما يقوله الشعراء والأدباء ما يقوله الفلاسفة وما يقوله الفيزيائيون والعلماء المختصون بمثل هذه المباحث قد يلتقي كلامي معهم وقد لا يلتقي قد يتنافر مع كلامهم هذا أمر آخر فأنا أحدثكم بحديث العترة الطاهرة والكلام في بانوراما تعرض لنا مرحلة الظهور المهدوي فالكلام يناسب هذه المرحلة لازال حديثي في الاتجاه نفسه إذ أنني ما استطعت أن أكمل مقصودي هناك تغير في منظومة الزمان تغير هائل هذا التغير الهائل هو الذي سيشكل قاعدة سيشكل أساسا ل كل تفاصيل ومفردات التغيير العظيم حتى القوانين السنن الإلهية التي مر الحديث عنها بأنها هي التي تحكم المجريات والوقائع والأحداث في مرحلة الإرهاصات في مرحلة العلامات الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور هي الأخرى ستتغير بحسب بحسب تغير المنظومة الزمانية ستبقى القوانين هي هي لكن طريقة عملها ستتغير بحسب تغير المنظومة الزمانية لأن تلك القوانين ترتبط بنظام الزمان الذي هو وعاء للمكان والمكان وعاء لنا وعاء الأشياء ووصل الكلام بنا إلى مسألة تقسيم الزمان في أرضنا إلى ماض وحاضر ومستقبل وأشرت إلى أن الإنسان يقسم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل من خلال ممازجة فيما بين اللغة والفكر الذي هو نشاط العقل والوجدان حيث الحالات النفسية للإنسان التي تتفاعل في نفسه أو يتفاعل من خلالها مع الزمان ومجريات الأحداث التي تقع فيه فعبر هذه الممازجة بين بين اللغة والفكر والوجدان يقسم الإنسان الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل وكل ذلك أمر عرضي طارئ لا حقيقة له في أعماق حقيقة الكون لكننا لا نتحدث عن خرافة ولا نتحدث عن شيء لا يحتاجه الإنسان الإنسان مثل ما هو جسد وروح ومثل ما تتكون النفس البشرية ما بين الجسد والروح ومثل ما للإنسان أمور ذاتية هناك أمور عرضية هناك أمور عرضية تعرض على ذات الإنسان نفسه وهناك أمور عرضية ترتبط بشؤون ذات الإنسان ومن هذه الأمور العرضية حاجة الإنسان لتقسيم الوقت إلى ماض وحاضر ومستقبل وهذه العملية تتم عبر هذه الممازجة التي أشرت إليها إنها ممازجة بين اللغة وحينما أتحدث عن اللغة إنني لا أتحدث عن ألفاظ مجرد اللغة منظومة اللغة منظومة وجذرها الأصلي في عقل الإنسان اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بعقل الإنسان فإن الإنسان يفكر من خلال اللغة ويرتب أفكاره من خلال اللغة اللغة ما هي ألفاظ الألفاظ الألفاظ ثوب اللغة أما حقيقة اللغة ففي إشاراتها وفي جذورها التي يتعامل معها الإدراك البشري نحن نفكر في بواطننا وفقا للغة وننظم أفكارنا وفقا للغة ونعبر عن ذواتنا بهذه اللغة وإنما اللغة إشارات ورموز حينما نظهرها إلى الخارج فإننا نظهرها بأصوات هذه الأصوات هي حروف قد تناسقت فيما بينها لتكوين الكلمات فحينما أتحدث عن اللغة إنني أذهب إلى عمقها ولا أتحدث عن قواميس اللغة قواميس اللغة تمثل ثوب اللغة وأنا أتحدث هنا عن اللغة في روحها مع ثوبها الذي تظهر به ومن خلاله نتعامل معها ونتفاهم فيما بيننا فالأمر ليس خرافيا والأمر ليس عرضيا لا وجود له بحيث أن الإنسان يعتمد عليه ويتواصل معه حينما أتحدث عن عرضية الموضوع بالقياس إلى المعاني العميقة لحقائق الكون إنها حاجة إنسانية حاجة دنيوية حاجة أرضية عبر الممازجة بين اللغة وأتحدث هنا عن منظومة اللغة بين اللغة والفكر الذي هو نشاط العقل الواضح والوجدان في آثاره النفسية على الإنسان يقوم الإنسان بتقسيم الوقت فهذه هي الساعة الإنسانية لتقسيم الوقت إلى ماض وحاضر ومستقبل مر الكلام في هذا وحدثتكم عن شاشات إنها الشاشة الأم إنها الشاشة الأم التي تظهر فيها كل البدائل كل الاحتمالات لتصرفاتنا ولمجريات حياتنا ومثل ما بيّنت لكم ما هو بإجبار إنها عملية تقع ما بين حدود الجبر والتفويط الاحتمالات كلها التي يمكن للإنسان أن يختارها بحسب ظروفه الزمانية والمكانية الاحتمالات موجودة بقضها وقضيضها في الشاشة الأم فحينما يتوجه الإنسان لاتخاذ القرار فإن الشاشة الثانية هي التي ستشتغل إنها شاشة المحو حيث ستمحى كل الخيارات التي لا يتوجه إليها الإنسان فحينما يبقى الإنسان مترددا بين خيارين سيبقى في الشاشة خياران وستزول بقية الخيارات إذا كان الإنسان قد اتخذ قرارا على عدم التواصل معها حتى يتخذ القرار فإن الشاشة الثالثة هي التي ستفتح إنها شاشة الإثبات وكل ذلك ضمن السنن الإلهية الكونية فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمحو وهو الذي يثبت وعنده أم الكتاب هنا يستطيع الإنسان أن يشخص مرحلة الزمان من خلال موقفه موقف الإنسان هو الذي يشخص مرحلة الزمان أكانت ماضية حاضرة أم أنها ستقع في المستقبل عبر خياراته عبر خياراته ستتشخص مراتب الزمان الأمر نسبي الأمر نسبي القضية أن الوجود مبني على تعدد المظاهر وفي كل طبقة من طبقات الوجود هناك من المظاهر ما يناسب تلك الطبقة هذه المضامين واضحة جدا في حقائق القرآن وفي حقائق معارف العترة الطاهرة سأذهب إلى مثال قرآني وهو مثال مهم جدا حيث يكون الكلام عن الزمان والمكان وعن الحدث في الوقت نفسه فهناك زمان وهو وعاء للمكان وهناك مكان وهو وعاء للأشياء وما بين الأشياء تقع الأحداث إنها سورة النمل والحكاية عرش بلقيس ملكة سبأ ملكة اليمن في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة النمل قال يا أيها الملأ من الذي قال إنه سليمان النبي قال يا أيها الملأ يتحدث مع قادة جيشه يتحدث مع كبار دولته قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين لأن بلقيس ومن معها في الطريق إلى فلسطين فأراد سليمان أن يحضر عرشها من اليمن إلى فلسطين قبل أن تصل إلى فلسطين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن هذا جنرال من الجنرالات الكبار في جيش سليمان جيش سليمان مثل ما تحدثنا سورة النمل في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وحشر لسليمان جنوده هذه أصناف جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فهذا جنرال من جنرالات جيش سليمان قال عفريت من الجن أنا أهتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك ربما يكون مجلسه لساعة لساعتين لوقت معين محدود ثم بعد ذلك ينصرف إلى شأن آخر من شؤونه فهذا الجنرال الجني يقول لسليمان بأنه قادر على أن يأتي به بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مجلسه هذا قال عفريت من الجن وعفاريت الجن صنف من الجن هؤلاء قادرون على الطيران وقادرون على الحركة السريعة وقادرون على حمل الأثقال الكبيرة الهائلة يتميزون بقوة وقدرة لا يمتلكها سائر أصناف الجن الأخرى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لو أن العفريت كلفه سليمان بنقله لعرش بلقيس فإن ما سيقوم به هذا العفريت سيكون من الماضي سيتحرك باتجاه اليمن سيأتي بالعرش ولكن بعد مدة زمانية حتى لو كانت قصيرة فإن الثانية التي مرت وإن الدقيقة التي مرت من كلامي وأنا أتكلم صارت في الماضي لكن سليمان ما كان يريد هذا قال الذي عنده علم من الكتاب إنه آصف وصي سليمان وكان عنده حرف واحد من العلم جزء واحد من العلم بحسب أحاديث العترة الطاهرة قال الذي عنده علم من الكتاب هذا الكتاب كتاب الحقائق هذا الكتاب كتاب أسرار التكوين هذا الكتاب ما هو بكتاب مؤلف من أوراق ومن سطور وكلمات هذا الكتاب كتاب تكويني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إنها سرعة تفوق سرعة الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك متى يرتد طرف الإنسان حينما ينظر إلى شيء مباشرة فإنه سينظر إليه كيف استطاع الإنسان أن ينظر إلى هذا الشيء من خلال الضوء الذي نقل الصورة إلى أعيننا إذا لم يكن هناك من ضوء نحن لا نستطيع أن نرى الأشياء إنما نرى الأشياء من خلال الضوء يقع الشيء في اللحظة التي يقع فيها فإن الضوء ينقل ذلك الحدث يمكننا أن نقول من أن الحدث قد وقع في الماضي بلحاظ من اللحاظات لأن حدث نقل الضوء للحدث حدث بعد حدوثه أو حتى لو كان حين حدوثه فإن عملية النقل كانت في بدايتها قد تحققت في الماضي بلحاظ من اللحاظات بينما ما قام به آصف كان في الحاضر فعلا لأنه جاء بالعرش بسرعة تفوق سرعة الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن تصل الصورة إلى عينك فصورة تصل إلى عيوننا بسرعة الضوء وآصف جاء بالعرش بسرعة تفوق سرعة الضوء ولذا فإنهم حار في تفسير ذلك إنها عملية تتجاوز الزمان والمكان وهذه الصورة تقرب لنا ما سيقع في عصر الظهور بسبب التغير في منظومة الزمان فإن الأمور التي ستقع هناك منها ما سيقع بهذا اللحاظ بلحاظ تجاوز الزمان والمكان وهذا هو التغير العظيم الذي سيكون الذين قالوا من أن آصف قد قطع الفيض بحكم ولايته التكوينية لأنه على اتصال مع كتاب التكوين كتاب التكوين هو مركز الولاية التكوينية فآصف كان مطلعا على حرف والمراد من هذا له جزء من الولاية التكوينية يقولون من أنه قطع الفيض فانعدم العرش في اليمن وأعاد الفيض في فلسطين فأعاد وجوده في فلسطين لكنه إذا أعدمه في اليمن فقد عدم العرش فهذا عرش جديد إنه يشبه ذلك العرش على أي حال أنا لا أريد أن أناقش الموضوع من جميع جهاته البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع فهناك من قال بأن آصف قد قطع الفيض في اليمن وأعاد وصله في فلسطين فعدم العرش في اليمن ووجد مرة أخرى في فلسطين يقاربه ما يتحدثون به في زماننا فيما يرتبط بعملية نقل الأجسام وهذا موضوع مطروح وتجري التجارب بخصوصه يحاولون أن ينقل الأجسام من مكان إلى مكان في اللحظة نفسها ولذا يقولون يقولون هكذا من أن العملية يمكن أن تتحقق إذا ما استطاع الإنسان أن يصنع أجهزة عملاقة جدا جدا من أجهزة الكمبيوتر الكمبيوتر وبسرعة فائقة فائقة جدا يقولون فإن الأجسام في حقيقتها تتألف من معادلات إذا إذا استطعنا تفكيكها في مكان يمكن أن تنقل عبر أجهزة الكمبيوتر إلى مكان آخر حيث يعاد تركيب وترتيب تلك المعادلات هذا الكلام كلام رياضي يشبه كلام الصوفيين حينما يتحدثون عن قطع الفيض في اليمن وبعد ذلك يعاد الفيض في فلسطين فتفكيك المعادلات التي يتكون منها الجسم باعتبار أن الأجسام مواد والمادة في أصلها طاقة وطاقة تراكيب معادلات ولذا هكذا يفكرون بأنهم يستطيعون أن يفككوا تلك المعادلات عبر أجهزة عملاقة وسريعة من أجهزة الكمبيوتر وحينئذ يمكن تركيب وترتيب تلك المعادلات من جديد فيكون الجسم قد انتقل باللحظة من مكان إلى مكان آخر لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل قطعا هذه التفاصيل لها علاقة بالزمان والمكان أو ما يصطلح عليه في الفيزياء بالبعد الزمكاني وأنا لا أريد الخوض في هذه المسائل لست متخصصا فيها إنما هي معلومات عبر الثقافة العام لكنني أتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة وهذا هو مجال تخصص الذي حدث في نقل العرش لا هذا ولا هذا لقد تواصل آصف بحكم ولايته التكوينية ما عنده من مرتبة من مراتب الولاية التكوينية تواصل مع البعد الملكوتي للعرش فكل الأشياء لها بعد ملكوتي المادة لها حالات هناك حالة الصلابة حينما تكون المادة مادة صلبة لها خصائصها وهناك حالة السيولة حينما تكون المادة سائلة لها خصائصها حينما يتعامل الإنسان مع المادة الصلبة فهناك مجموعة من القوانين والاعتبارات مجموعة من الحيثيات التي يتواصل الإنسان فيها مع المادة الصلبة يؤثر فيها وتؤثر فيه والأمر هو هو بالنسبة للمادة السائلة لكن الاعتبارات والحيثيات ستكون مختلفة لأن المادة قد اختلفت حالتها حينما انتقلت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إلى الحالة الغازية والأمر يختلف مع المادة في حالتها الغازية إلى حالة البلازمة حينما تتأين الحالة الغازية كي تكون المادة في حالة البلازمة تنفلت الألكترونات من روابطها الذرية والجزائية مما يؤدي إلى تأين الغاز هذه هي حالة البلازمة مثلما تتباعد المسافات فيما بين جزيئات المادة السائلة كي تتحول إلى مادة غازية تتباعد المسافات والأمر هو هو في المادة الصلبة تلتصق الجزيئات مع بعضها كي تكون المادة في حالتها الصلبة ولكن حينما تتباعد بدرجة من الدرجات تتحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة حينما تكون المسافات كبيرة بين الجزيئات والذرات فإن المادة السائلة ستتحول إلى مادة غازية وحينما تنفلت الألكترونات من الذرات من الروابط الذرية والروابط الجزيئية فإن الغازة سيكون متأينا وهي الحالة التي يصطلح عليها البلازمة وهناك حالات كثيرة للمادة لم يكتشفها الإنسان بعد فاكتشاف الإنسان للحالة الرابعة للمادة لحالة البلازمة جاء متأخرا لم يكن كاكتشافه للحالات المتقدمة الحالة النانوية للمادة حينما تجزأ المادة إلى أجزاء صغيرة إلى الحد الذي تكون فاقدة لخواصها وحينئذ يمكن لتقنية النانو تكنولوجي أن تعيد ترتيبها بصيغة مادة أخرى على سبيل المثال إذا ما جزئت بالتجزئة النانو مترية مادة الحديد حتى تصل إلى فقدان خواصها فيمكن عبر تقنيات النانو تكنولوجي أن يحول الحديد إلى نحاس وهكذا الألمنيوم إلى فضة هذه حالة جديدة للمادة تتجزأ فيها إلى الحد الذي تكون فاقدة لخواصها بحيث يستطيع الإنسان أن يبدلها من مادة إلى مادة أخرى الإنسان إلى هذه اللحظة لم يكتشف كل حالات المادة هناك البعد الملكتي للمواد وهذا ما تحدث عنه القرآن جاء في سورة الأنعام في سورة الأنعام إنها الآية الخامسة والسبعون بعد البسملة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فهناك شيء هو غير السماوات والأرض التي تظهر في سورة المحسوسة في عالم الطبيعة وفي عالم الشهادة هناك سورة أخرى هناك حيثية أخرى إنها الحيثية الملكوتية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الخامسة والثمانين بعد المئة بعد البسملة إذا كانت سورة الأنعام تتحدث عن رؤية إبراهيم وبإراءة من الله نري إبراهيم لملكوت السماوات والأرض فإن الآية الخامسة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف تخبرنا بإمكان الإنسان أن يطلع على هذا الملكوت لكن قطعا في شروط معينة أولم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وهذا الخطاب لمن هذا الخطاب للذين هم يعادون الله يعادون دين الله والذين والذين كذبوا بآياتنا الخطاب بخصوص هؤلاء بإمكان الإنسان في أصل تكوينه أن يكون مطلعا على الملكوت لكن العوارض التي تعرض عليه تحول فيما بينه وبين ذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون هناك إمكانية عند الإنسان أن يطلع على الملكوت وماذا نقرأ أيضا في سورة المؤمنون في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وما بعدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء فهناك الشيء وهناك ملكوته فكل الأشياء لها ملكوت الحالة الملكوتية للأشياء وفي وفي سورة وفي سورة ياسين في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هناك كل شيء هناك الأشياء وهناك ملكوتها التحكم في حقائق الأشياء يكون عبر التحكم في ملكوتها وبتعبير تقريبي إننا نمثل ظلال الملكوت في هذا العالم وجودنا الملكوتية هو الوجود الأقوى ووجودنا الترابي هو الوجود الأضعف الولاية التكوينية ترتبط ارتباطا مباشرا بملكوت الأشياء ولذا فإن آصف استطاع أن يتجاوز الزمان والمكان وكانت سرعة جلبه للعرش أسرع من الضوء تجاوز حدود المادة في أبعادها المعروفة وإنما اخترق أبعاد الزمان والمكان إلى البعد الملكوتي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هذا المضمون الذي يعبر عنه في سورة الأعراف في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والعرش هو مركز الملكوت يغشي الليل النهار يطلبه يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر الخلق هو الخلق والأمر ملكوت الخلق ألا له الخلق والأمر المضمون نفسه في آخر آية من سورة هود إنها الآية الثالثة والعشرون بعد المئة بعد البسملة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنها دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل ماذا نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإياب الخلق وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم هذه تفاصيل الإجمال أين يكون وأمره إليكم هذا الأمر الذي ذكر في سورة الأعراف وذكر في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله هو هذا نفسه الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم وأمره إليكم نذهب إلى فاصل لقطات من بين قرآنهم وحديثهم هذه اللقطات تعرض لنا حالات يتلاشى فيها هذا التقسيم الزماني ما بين الماضي والحاضر والمستقبل في سورة الكهف إنها الآية الحادية والخمسون بعد البسملة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم هذا يعني أنه يمكن أن يشهد ذلك قبل أن يخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا لأن الأمر لو لم يكن ممكنا لما تحدثت الآية عنه ولذا نقرأ في الكهف الشريف وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة خمسمية واحد من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله إنه الحديث الخامس بسند الكليني عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه أبو جعفر الأول إمامنا الباقر أبو جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله عليه محمد بن سنان يقول كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة ذكرت اختلاف الشيعة في فهمهم في إدراكهم في عقائدهم في تعاملهم مع محمد وآل محمد فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد الإمام الجواد يخاطب محمد بن سنان فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته كان ولم يكن معه شيء ولا زال فإنه لم يكن معه شيء لا زال هذا المقام لأننا لسنا في مقام أن نكون مع الله كان الله ولم يكن معه شيء ولا زال الله كذلك ولكنه خلق الأشياء كان الله ولم يكن معه شيء لم يكن قد خلق الأشياء ولا زال في هذا المقام لكنه خلق الأشياء يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة هذه العناوين تشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى العظمى فكان ولم يكن معه شيء ثم خلق الحقيقة المحمدية العظمى فهذه العناوين هي مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى لأن الكلام بمستوى المدارات فجاء بهذه الصياغة ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر وهذه الأرقام ليست أرقام رياضية إنما تتحدث عن عظيم الفارق فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها جميع الأشياء مثل ما تتحدث الآية هنا عن السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا المضلون لن يكونوا بهذه المنازل ولكن الهادون المهتدون سيكونون بهذه المنازل ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها وردقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد أعضاد وأشهاد ماذا قالت الآية هنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض هؤلاء المضلون ولكن محمدا وآل محمد قد أشهدوا وقد اتخذهم سبحانه وتعالى أعضادا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا المضلون لا يتخذهم الله عضدا أما الهادون المهتدون فإنه يتخذهم أعضادا مثلما نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها وردقها بيدك بدءها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد هؤلاء الذين لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك قد اتخذتهم أعضادا وأشهاد أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد المنات جمع لماني والماني هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يكافئ هو المقدر وهو المكافئ أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت أعود إلى الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا هنا يتلاشى الزمن الماضي مع الزمن الحاضر مع الزمن المستقبل لأن الأزمنة هذه بحسب هذا التقسيم مثل ما بيّنت لكم قبل قليل شأن طارئ عرضي يرتبط بأمورنا واحتياجاتنا في عالمنا الدنيوي وفي شأننا الترابي إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون التحليل والتحريم هنا ليس تشريعية التحليل والتحريم هنا تكويني وبحاشيته يأتي التحليل والتشريع والتحريم الولاية التشريعية تأتي بحاشية الولاية التكوينية دعكم من جهالة سفهاء النجف وكربلاء من آيات الشيطان العظمى الذين ينكرون الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد دعكم من هؤلاء الحمير دعكم من هذه العقول البهائمية الحقيرة هذا منطق العترة وهذا المنطق إنما هو في حدود المدارات ولايتهم أوسع من هذا بحسب القرآن بحسب القرآن بحسب قرآنهم المفسري بتفسيرهم وهذا ما حدثتكم عنه سابقا وسأحدثكم عنه في قادم الأيام بحديث عميق جدا في البرنامج في البرنامج الذي وعدتكم أن أقدمه في خدمتكم لباب الزيارة الجامعة الكبيرة انتظروني في ذلك البرنامج وستسمعون هذه الديانة هذه الديانة التي من تقدمها مرق كحال مراجع النجف وكربلاء الذين أنكروا الولاية التشريعية فضلاً عن الولاية التكوينية هذه الديانة التي من تقدمها مرق فهؤلاء هم المارقون وهم المرجئيون البتريون سود الله تعالى وجوههم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الحمير الديخيين من أتباعهم من أنهم على دين العترة الطاهرة ودينهم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد يا محمد يعني ابن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق محق دينه ومحق عقله ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد من لزمها من لزم محمداً وآل محمد ومن لزمنا لزمناه هذه وسائل التزامهم هكذا نلتزمهم ومن لزمنا لزمناه تلاحظون في هذه اللوحة الحقائقية تتلاشى الفوارق في الزمان ما بين ماض وحاضر ومستقبل حينما ننظر إلى مجموعة الآيات التي وردت في الكتاب الكريم والتي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وهذا الخطاب لفظاً لرسول الله ومضموناً للأمة لأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة هذه الآيات في أفق من آفاقها يتلاشى فيها الزمن الماضي والحاضر والمستقبل حتى يعود الزمان نقطة واحدة على سبيل المثال حينما نقرأ في الآية السادسة والأربعين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله حكايته طالوت وجالوت بدأت الحكاية هكذا ألم تر إلى الملأي من بني إسرائيل من بعد موسى بحسب الزمان الترابي فإن الوقائع حدثت قبل ولادة رسول الله بحسب التقويم الأرضي لكن القرآن يقول له من أنك قد رأيت ذلك وهذا الخطاب للنبي لفظاً النبي أسمى مقاماً وأعلى شأناً من كل هذا هذا الخطاب موجه للأمة فهذا يعني أن الإنسان في مقام من مقاماته يتلاشى الزمان بماضيه وحاضره ومستقبله كي يكون في نقطة واحدة مجموعة كبيرة من الآيات التي تبدأ ألم ترى وهناك آيات بنفس المضمون ولكن جاءت بصياغات أخرى على سبيل المثال أيضاً من مجموعة آيات ألم ترى فهنا أخذت مثالاً من أول القرآن من سورة البقرة وهذا مثال من آخر القرآن من سورة الفيل إنها الآية الأولى بعد البسملة من سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر ما جاء في السورة الكريمة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الخطاب للنبي لفظاً وللأمة مضموناً وهنا في جهة من جهات الآية إذا أردنا أن نطبق قاعدة الجريان فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمار مجرى الليل والنهار وهذه من أهم قواعد التفسير عند علي وآل علي فإن الآية في جهة من جهاتها يتلاشى فيها الزمن الماضي والحاضر والمستقبل يتحول الزمان إلى نقطة واحدة كثير من المضامين القرآنية تأتي بهذا النحو وبهذا المستوى من الدقة والعمق نحن نزور الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة صلى الله عليه ونخاطبها في زيارتها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان يا ممتحنة يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك يتلاشى الزمان هنا يتلاشى الزمان الأرضي الزمان الترابي فليس هناك من ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل هناك نقطة واحدة يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابراً امتحنها قبل أن يخلقها فوجدها وجدها قبل أن يخلقها يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابراً أحاديث المعراج ولا أقول حديث المعراج هناك حديث طويل مفصل هو حديث المعراج لكن أحاديث المعراج كثيرة جاءت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبنا أحاديث المعراج حينما يحدثنا رسول الله عن الجنة وعن النار ما بعد يوم القيامة فهل تحقق يوم القيامة يحدثنا عن الذين ينعمون في الجنان هو لم يحدثنا عن أن المقامة الفلانية في الجنة للأشخاص الذين يتصفون بهذه الأوصاف وكذا في النار وإنما يحدثنا عن أناس وجدهم يتنعمون في الجنان وعن أناس وجدهم يعذبون في النيران أحاديث المعراج بشكل عام وهي كثيرة هذه الأحاديث يتلاشى عندها التقسيم الذي نعرفه الذي اعتدنا عليه ونحن بحاجة إليه حين نقسم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل هنا يمكنني أن أقول بأن المستقبل تحقق قبل الحاضر والماضي قطعا هذا تعبير مجازي وإلا في ذلك المستوى لا يوجد ماض ولا حاضر ولا مستقبل إنها نقطة واحدة نذهب إلى فاصل في السياق نفسه حينما نقرأ في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب ترتيب مفاتيح الجنان للمحدث القمي وهذه الزيارة من أوثق الزيارات الحسينية ووردت في كل مصادرنا القديمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطب سيد الشهداء أشهد أن دمك سكن في الخلط واخشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى الكلام هنا يتجاوز التقسيم الترابي للزمان فليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل هذا هو لسان الحقيقة لسان الحقائق هذا هو لسان الملكوت ملكوت الزمان وملكوت المكان أشهد أن دمك سكن في الخلط واخشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن فهل كل ما في السماوات السبع وما بين السماوات السبع كان موجودا عند مقتل سيد الشهداء إذا أردنا أن نقيس الأمور بالحسابات الترابية الأرضية وهل أن القيامة قد قامت فهناك في الجنان أهلها وفي النيران أهلها ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى الكلمة التي تعرفونها كلمة سيد الشهداء وأنا أقرأها عليكم من الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى 1428 هجر قمري قموا المقدسة في صفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة كلمة الحسين التي نعرفها فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي هذه الكلمة يتلاشى فيها الزمن الماضي وزمن الحاضر وزمن المستقبل مع أنها كلمة قيلت في هذا العالم الترابي إنها نظرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإن كانت في هذا العالم الترابي فإنه يتحدث عما مضى وعما هو حاضر وعما يأتي وجعل الكلام في نقطة واحدة فليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل إنه منطق الحقيقة الكاملة فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي هذا يأخذني للحديث عما يمكن أن أصطلح عليه بالزمن الدائري وزمن الكروي الزمن الدائري هذا الذي نحن نتعامل معه هذا الزمن الذي yقوم الناس بتشخيصه وبالتواصل معه عبر خطوط الطول وخطوط العرض للكرة الأرضية وهي خطوط اعتبارية افتراضية لكننا نحتاجها يحتاجها الإنسان في تشخيص المواقع الجغرافية وفي تحديد الأوقات المحلية لكل موقع جغرافي من المواقع على كرتنا الأرضية التوقيت بهذا اللحاظ توقيت دائري عبر دوائري خطوط الطول وخطوط العرض لتقريب الفكرة إذا كنا نأخذ اليوم وحدة واحدة من أوله إلى آخره فإن ما يجري في استراليا هو الماضي بالنسبة لنا نحن الذين نعيش هنا في لندن إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بالقياس إلى خط الصفر إلى خط جرينيج لأن خطوط الطول تحسب على هذا الأساس على أساس خط الصفر فنحن في الحاضر أما في استراليا فهم في الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية إنهم في المستقبل بالنسبة لنا فالأستراليون يسبقوننا زمانا إذا أخذنا اليوم وحدة واحدة يسبقوننا زمانا ونحن هنا في المملكة المتحدة نسبق الذين في الولايات المتحدة زمانا فنحن الذين على خط جرينيج في الحاضر الآن والإستراليون أحداث يومهم في الماضي والأمريكيون أحداث يومهم في المستقبل قضية اعتبارية حينما أقول قضية اعتبارية لا يعني أنها أمر خرافي لا يعني أنها أمر ليس حقيقيا إنه شأن من شؤون عالمنا الدنيوي شأن من شؤون عالمنا الترابي لا بد أن نفرق بين شؤون عالم الشهادة شؤون عالم الأرض وبين شؤون عالم الغيب لذا استعنت بهذه المصطلحات كي أقرب الفكرة فهناك زمان دائري يمكن أن يكون فيه ما هو من الماضي وما هو من الحاضر وما هو من المستقبل عبر خطوط الطول والعرض التي هي خطوط افتراضية اعتبارية لا حقيقة لها على جرم هذا الكوكب على تراب الأرض أما الزمن الكروي فهو الزمن الشامل الكامل للكرة كلها المثال ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر إذا كان الحديث عن كرتنا الأرضية أما إذا كان الكلام عن الملأ الأعلى فإنه سيكون مختلفا جدا إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة واحدة ليلة واحدة للأرض كلها هذا هو الزمن الكروي الزمن الدائري الزمن الدائري وهذا وصائط الفيط وصائط الفيط لا شأن لوسائط الفيط بكل هذا هناك الزمن الكروي الزمن الواحد إن أنزلناه ونزلناه في ليلة القدر هذا زمن كروي لكل الكرة الأرضية بل لكل الأكوان لكن الحديث عن الأكوان الأخرى يكون له شأن آخر حديثنا عن أرضنا وعن أنفسنا وعن زماننا وعن ما يجري حولنا نذهب إلى فاصل ما يرتبط بالوقت الدائري من الجهة التكوينية نقرأ في دعاء السمات من الأدعية المعروفة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهو الدعاء الذي يقرأ في أواخر ساعات يوم الجمعة فماذا نقرأ في هذا الدعاء وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول بمشيتك التي دان لها العالمون دقق النظر معي وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم إلى سورة الحج وإلى الآية الخامسة والستين بعد البسملة ألم ترى وهي من مجموعة آيات ألم ترى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إذا وقعت السماء فإن المنظومة الزمانية قد فسدت ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم في سورة الرعد إنها الآية الثانية بعد البسملة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وبحسب القرآن فإن الشمس والقمر وسائل تكوينية للحساب للحساب التقويم السنوي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون فإن الله رفع السماوات بغير عمد رفعها بأي شيء نحن قرأنا في سورة الحج في الآية الخامسة والستين بعد البسملة ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هذا الإمساك بحسب سورة الرعد من دون عمد إذن كيف تتم عملية الإمساك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها قد يقول قائل هناك عمد لكننا لا نراها لأن الآية قالت بغير عمد ترونها دعاء السماوات هو الذي يبين لنا هذه الحقيقة هناك قوة إلهية وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقرأ نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى آخر ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة بكم فتح الله هؤلاء هم الأعضاد الأشهاد الذين مر ذكرهم في دعاء رجب بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض المضمون هو هو نجده في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى وقد قرأت عليكم قبل قليل جزءا منها أعود إليها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان المحدث القمي نقلها عن الكاف الشريف نقل الزيارة عن الكاف الشريف هكذا تقول الزيارة الحسينية المطلقة الأولى من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب يباعده كيف تتم العملية هذه هذه إشارة واضحة إلى أن منظومة الزمان ستتغير إنما يتحقق هذا المعنى في مرحلة الظهور من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب متى يتحقق هذا المعنى من أن الله سيبين الكذب سيبين الله الكذب في المحاكمة المهدوية العالمية حينما تتضح الحقائق وبكم يباعد الله الزمان الكلب حينما تتغير منظومة الزمان ماذا نقرأ في غيبة النعماني هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة النعماني هو المتوفى سنة 360 للهجرة في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمام الباقر صلوات الله عليه الحديث طويل موطن الحاجة هنا في الصفحة الثالثة والستين بعد المائتين الإمام الباقر يقول لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس هذه صورة من صور الزمان الكلب وزمان الكلب سيتحقق في أقسى درجاته في زمان غيبة قائم آل محمد هذه صورة من صور الزمان الكلب لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العراب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا وفي بعض النسخ من أن يروا فرجا فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا فياطوب لمن أدركه وكان من أنصاره إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف هذه لقطات من الزمان الكلب حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس أعود إلى الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب مفاتيح الجنان من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب في المحاكمة المهدوية العالمية حين تتضح الحقائق وبكم يباعد الله الزمان الكلب حينما تتغير منظومة الزمان وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت حديث عن الزمان وعن الوقائع والأحداث وعن الشاشة الأم وعن شاشة المحو وعن شاشة الإثبات ومر كل ذلك علينا الأحاديث مترابطة والنصوص بنيت بناء متكاملا ما بين آيات القرآن وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة نذهب إلى فاصل في زيارة الرجبية الجامعة هناك زيارة رجبية جامعة وهي زيارة موجزة من توقعات الناحية المقدسة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب إلى أن تقول الزيارة الشريفة أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض هذه المضامين لا تتحقق إلا في زمن القائم وإذا ما تحققت في زمان الأئمة أو في أي زمان فإن تحققها يكون نسبيا التحقق الكامل لهذه المضامين إنما يكون في مرحلة الظهور حينما تتغير منظومة الزمان حينما تتغير منظومة الزمان وحينما يطبق ويفعل إمام زماننا ولايته التكوينية فهذه المضامين ستتحقق علنا وسرا أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويط وعليكم التعويط فبكم يجبر المهيط ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط هذه المضامين التي حدثتكم عنها ابتداء مما جاء في دعاء السمات مرورا بآيات الكتاب وشرحا لكل ذلك بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة إلى أن وصلنا إلى هنا كل هذه المعطيات إنما هي تدور في واقع الزمن الذي عنونته لكم بالزمن الدائري إنه زماننا الذي نعيش فيه والذي يحكم علينا ونتواصل معه وننظم حياتنا وفقا لحسابه ووفقا لتقويمه إذا ما قال قائل من أن الأمور هذه اعتبارية هي اعتبارية لكنها ليست خيالا ليست خرافة إنها من الشؤون الاعتبارية التي نحتاجها مثلما نحتاج ثيابنا ونحتاج طعامنا ونحتاج شرابنا نحتاج إلى هذه المنظومة الزمانية والتي ترتبط شؤوننا الدينية والدنيوية بها ووفقا لها سيجري حسابنا ووفقا لها سينتظم أمر حياتنا في مرحلة الغيبة وفي مرحلة الظهور قطعا في مرحلة الظهور سيكون الأمر مختلفا جدا لكنه لن يخرج عن هذه القواعد وعن هذه الأسس وهذه الأصول في الجزء الخمسين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئة إنه الحديث السادس وهو حديث طويل الحديث مروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه الصقر بن أبي بن أبي دلف الكرخي هو الذي يحدث نا الصقر هذا يسأل الإمام الهادي حينما جيء به إلى سامر أيام المتوكل لعنة الله عليه ثم قلت يا سيدي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله لا أعرف معناه قال وما هو فقلت قوله صلى الله عليه وآله لا تعاد الأيام فتعاديكم ما معناه فقال نعم الأيام نحن الأيام نحن الحديث هنا عن الزمن الكروي حينما يرتبط الزمن بالفيط فإن الزمن سيكون كرويا فليس هناك من ماض وحاضر ومستقبل بحسب الاعتبارات التي نحتاجها في حياتنا هذا زمن الفيط ضربت لكم مثالا قبل قليل إنها ليلة القدر للكرة كلها لا تعاد الأيام فتعاديكم ما معناه فقال نعم الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض فالسبت اسم رسول الله والأحد كناية عن أمير المؤمنين في بعض النسخ والأحد اسم أمير المؤمنين لكن التعبير هنا أدق لأن الأحد ليس اسماً خاصاً بأمير المؤمنين وإنما هو اسم للأمير والزهراء الزهراء ما ذكرت هنا سيأتي الكلام سيأتي فالسبت اسم رسول الله والأحد كناية كناية الكناية إشارة فالأحد اسم لعلي وفاطمة والأحد كناية عن أمير المؤمنين والإثنين الحسن والحسين والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا يشير الإمام الهادي إلى نفسه والخميس ابني الحسن بن علي والجمعة ابن ابني وإليه وإليه تجمع عصابة الحق عصابة الحق يعني أولياء أهل البيت الذين اتفقوا على دينهم وعلى عقيدتهم وسلموا أمورهم إليهم وإليه تجمع عصابة الحق وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فهذا معنى الأيام فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة لا تعادوا الأيام فتعاديكم الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض الرواية ما ذكرت الزهراء صلوات الله عليها إذا كان الحديث عن الأيام فإن الزهراء هي ليلة القدر هي سيدة الليالي والأيام نقرأ في تفسير فرات الكوفي فيما يرتبط بسورة القدر وهذه طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثمانين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إن أنزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطم عن معرفتها إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة الليلة فاطمة وماذا نقرأ في الكافي الشريف إنه الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل هذا هو الحديث الرابع من الباب الذي عنوانه باب مولدي أبو الحسني موسى بن جعفر بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل إنني أقرأ إنني أقرأ مما جاء في صفحة خمسمية وخمسة وأربعين النصراني يسعل الإمام الكاظم إمامنا الكاظم يذكر ما جاء في أول سورة الدخان بعد البسملة حاميم والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إنها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هو هذا الذي تحدثت عنه سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم الإمام الكاظم هكذا قال أما حاميم فهو محمد وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي وأما الليلة فاطمة ففاطمة ليلة القدر وليلة القدر هي سيدة الليالي ويومها يوم القدر هو سيد الأيام فسيدة الليالي يومها سيد الأيام هذا العنوان عنوان فاطمة وهو عنوان علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة الخامسة والستين بعد المئة من خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو يقول أمير المؤمنين يقول يقول أنا شهر رمضان أنا ليلة القدر فعلي ليلة القدر وفاطمة ليلة القدر وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي أنا شهر رمضان أنا ليلة القدر إلى أن يقول سيد الأوصياء بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام إنه يشير من قريب ومن بعيد إلى أنهم أولياء النعم إلى أنهم سادة الفيض وما من شيء إلا وأسبابه بأيديهم وتعود إليهم وذل كل شيء لكم مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ رواية تناسب المقام ترتبط بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إنني أقرأ عليكم من كتاب المحاسن للبرقي وهو من كتبنا القديمة المعروفة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة مية وخمسطعاش إنه الحديث الخامس عن عبد الحميد الطائي قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه يتحدث عن الموت وأشد ما يكون أحدكم اغتباطا بهذا الأمر فرحا وسرورا إذا بلغت نفسه إلى هذه وأومأ بيده إلى حلقه فينقطع عنه أهوال الدنيا وما كان يحاذر فيها ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة ثم قال أما فاطمة فلا تذكرها أمة مجرمة وشيعة ظالمة ولهذا السبب فإن الأئمة في كثير من الأحايين لا يذكرون فاطمة وهذا جزء واضح من ظلامتها لأنهم يعلمون أن الأمة لا تحترم فاطمة ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة هذا هو الذي يجري في عالم الحقيقة ولكن الإمام قال أما فاطمة فلا تذكرها صلوات على فاطمة صلوات على فاطمة وإني أعاند هذه الأمة الحقيرة من أتباع السقيفتين إني أعاندها ولذا دائما دائما في كل أحاديثي وبرامجي وعلى الملأ أبدأ حديثي وأنا أقول يا زهراء لا أعبأ بأحد ولا أبعلي بأحد وإني لأفخر بهذا وإني لأتشرف بهذا وأقولها دائما يا زهراء يا زهراء يا زهراء نذهب إلى فاصل في الزيارة الجوادية الشريفة وهي زيارة مروية عن إمامنا الجوادي نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرأ عليكم من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هكذا نسلم على أئمتنا صلوات الله عليهم السلام على شهور الحول وعدد وعدد الساعات إنه الرمز الثاني عشر وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات عدد حروف لا إله إلا الله اثنى عشر هذه الرموز لها علاقة بعدد ساعات الليل والنهار وبعدد شهور السنة إن كانت شمسية أو كانت قمرية السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات في زيارة الندبة من المصدر نفسه وهي زيارة مروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وزيارة الندبة هي غير دعاء الندبة لا يختلط عليكم الأمر هكذا نسلم عليهم في زيارة الندبة السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا فأنتم فأنتم نورنا وأنتم جاهنا وأنتم أوقات صلواتنا هذه الجملة في زيارة الندبة تجمع المضمون كله فما شيء من إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وإنما الحديث عن الشهور والسنين والأيام هذه عنوين تشير إلى الوسائط وإلى العلل فيما بيننا وبينهم إلى الأسباب وإلا فإن سبب الأول والأخير بأيديهم وذل كل شيء لكم فما شيء من إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وهذا ما يبينه لنا دعاء شهر رجب إنه الدعاء المروي عن الناحية المقدسة والذي قرأت عليكم قبل قليل شيئا من أذكركم فقط بهذه الجملة فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت الرموز مترابطة فيما جاء في الزيارة الجوادية وما جاء في زيارة الندبة وما جاء في هذا الدعاء الشريف لكنني لا أجد وقتا كي أخوض في هذه التفاصيل شرحت هذا فيما سلث وسأعود إليه فيما يأتي إن بقينا أحياء ووفقنا لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد بعد هذه الجولة السريعة صارت الصورة على الأقل على الأقل مقربة بنحو من الأنحاء وجهة من الجهات فيما يرتبط بتغير المنظومة الزمانية التي هي أساسا في مفرداتها وأجزائها وجذورها تنتمي إليهم فكل مصطلحات الزمان بكل أجزائه لاحظتم في النصوص الشريفة ترتبط بهم بجهة من الجهات وبمقام من المقامات ولذا فإن منظومة الزمان ستتغير ستتغير ضمن تطبيق وتفعيل الولاية التكوينية لإمام زماننا كي يتباعد الزمان الكلب وماذا يأتي سيأتينا الزمان المونق العجيب وهذا ما تحدثنا الروايات والأحاديث عنه وقت الحلقة صار طويلا سأقرأ الحديث سريعا وأعود إليه بعد ذلك في الحلقات القادمة إنما أبين لكم مقصدي من أن الزمان الكلب سينتهي وسيقبل في عصر الظهور الزمان المونق العجيب وهذه لقطات من الزمان المونق العجيب إنني أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الثانية والستين بعد الأربع مئة إنه الحديث السابع والأربعون بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن تلتفتوا إلى جميل هذه الكلمات الإمام الصادق يقول إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له احيى بإذن الله فيحيى ويطير وكذلك الغباء من الصحاري ويكون ضوء البلاد نوره نور الإمام الحجة ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر إنه التغير الهائل في الطقس وفي النظام الشمسي وفي منظومة الوقت والزمان ويكون ضوء البلاد نوره ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر تتلاشى الجراثيم والفيروسات الحيوانات المؤذية ستتبدل طباعها ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية المراد من أن دولة القائمة ستكون دولة يتواصل فيها عالم الغيب مع عالم الشهادة لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوك الأرض تشوك الأرض فإن الأرض لا تؤذي أحدا عليها ولا تشوك الأرض والشجر ولا يخرج الشوك في الشجر ولا تشوك الأرض والشجر وتبقى زروع الأرض قائمة لا تتعرض إلى الذبول كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كل ما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذ فيأخذه ويقتله إنها العملية الجراحية للتخلص من كل الغدد السرطاني ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه لأن الإمام سيذبحه كما مر علينا والهيكل البدن لكن آثاره ستبقى والرواية تشير إلى هذا من أن أصل البرنامج سينتهي لكن الآثار ستبقى ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه والهيكل البدن ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم يوحى إلى المؤمنين ويحيون الموت بإذن الله هذه لقطات من الزمن المونق العجيب الذي سيكون بديلا عن الزمان الكلب وقت الحلقة صار طويلا للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء بتريونهم بتريون طوسيونهم والهوى بتريون لعين قذر نجس أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر